اشتركوا في القناة اما اداة القتل فهي قذائف الهون والمدفعية والصواريخ العنقودية والقاتل هو نظام الاسد الذي ضمنت روسيا ضبط عملياته العسكرية خلال اتفاق سوتي الموقع بين موسكو وانقرة الموقف الروسي من هذه الخروقات المتكررة اقتصر على محاولة تبرير سلوك النظام بان القصف يستهدف عناصر هيئة تحرير الشام وهو ما نفاه واقع الحال الذي بين ان كل القتل مدني وبينهم نساء واطفال كما ان القصف يخالف احد البنود الرئيسة للاتفاق الذي يؤكد ان روسيا الاتحادية ستقوم باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لمنع الهجوم على ادلب والمحافظة على الوضع الراهن وسائل اعلام النظام صرحت ان القصف على ادلب وحما هو مقدمة لحرب شاملة لاخضاء المنطقة لسلطة الاسد على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية بريف دمشق ودرعا وريف حمص الشمالي وللمناسبة فان كل تلك المناطق كانت خاضعة لاتفاق خفض التصعيد الذي هندسته روسيا وللمفارقة فان طائراتها تولت قصف تلك المناطق واحالتها اثرا بعد عين سيناريوهات متكررة ومصائر متشابهة للاتفاقيات الهشة المعنية بطبط الحراك العسكري في سوريا تفرض سؤالا اكثر الحاحا على المعارضة السورية المسلحة في اخر منطقة متبقية لها ما الذي تبقى من اتفاق سوتشي بعد ارهاصات معركة باتت وشيكة جمع شهد يرسم كافرين الله اكبر